بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد اليوم بدنا نتكلم للصف الأول الثانوي درس اسم المشكلات الزوجية ومعالجة الإسلام لها بداية قال الله تعالى عن الزواج قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم مزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذن الأسرة هي سبب المودة والمحبة هي سبب في المودة والمحبة ما هي الأسرة؟ لو بدنا نسأل سؤال يا شباب وضح المقصود بالأسرة هي البيئة البيئة التي تتولى تنشئت الأبناء تنشئت الأبناء ورعايتهم وتنميتهم وتنميتهم ورعايتهم وتنميتهم وفي ظلها يتلقى الأبناء مشاعر الرحمة والمحبة لذا فقد وضع الإسلام تشريعات وقائية تجنب الزوجين الوقوع في الكثير من الخلافات من هذه العلاجات الوقائية وضح أو بين المنهج الوقائي الذي وضعه الإسلام لتجنب الزوجين في الوقوع من الخلافات الزوجية طيب واحد حسن اختيار كل من الزوجين للآخر طبعا لما نحكي منهج وقائي قبل وقوع الزواج أو في حالة الزواج في وقت الزواج أو قبل وقوع الزواج طيب أولا اختيار واحد اختيار قل لك حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لقول الرسول السلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض إذن أهمها حسن اختيار لكل الزوجين أهمها الخلق والدين أهمها الخلق والدين ليست كل شيء المظاهر يا شباب إنما الخلق والدين وأن يكون كل منهما كفؤا وأن يكون كل منهما كفؤا للآخر إلا أن بعض الرجال والنساء يختار أحدهما الآخر على غير هذه الأسس ومن غير مرعاه للكفاءة بينهما من النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وقد يؤدي ذلك إلى خلافات زوجية لا سمح الله ومن ثم الطلاق ومن ثم الطلاق هو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم شو شو قال عن المرأة التي تطلب الطلاق بغير سبب قال حرام فحرام عليها رائحة الجنة حرام عليها رائحة الجنة ثانيا الموضوع الثاني للعلاج الوقائي لتجنب الزوجين من وقوع الخلافات قال لك والالتزام بشرع الله التزام بشرع الله هذا معروف في الحياة ونحن نعرف قوله الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجه أين المخرج؟ هل هو هذا الباب؟ لا هل هذه هي النافذة؟ لا وإنما المخرج هو القلب هو القلب القلب هو سبب مخرج الإنسان من أي مشكلة في حياته أي مشكلة في حياته لقول الرسول السلام عن التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاثة مرات وضع الله تعالى قوانين لتنظيم العلاقات الزوجية وقد جعلها على أفضل وجه طبعا الله عز وجل يا شباب ما أنزل القرآن الكريم والكتب السماوية إلا لقوله تعالى إلا بسبب في قوله تعالى ولكل أمة لها شرعة ومنهاجة ها الشرعة والمنهاج أتت لتنظيم الحياة الكون للخلاق لذلك فعندما يتجاوز أحد الزوجين الحدود الشرعية تبدأ الخلافات التي تهدد الأسرة الآن منها مثلا يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وذكر لك أيضا آية ثانية كل المؤمنات يغضضنا من أبصارهم شوف الالتزام بشرع الله النقطة الثانية التزام بشرع الله لو التزمنا بهذه الشرع الله كان ما أصبح فيه هناك خلافات خلينا نحكي تتش بين الزوجين أنه يأتي الزوج ويقول لزوجته أنت ليش كنت تتبس بس خلينا نحكي بالعامية أنه ليش بتنظري لهذا الشعب أو ليش بتنظر أنت يا زوجي لهذه المرأة وقد قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو يقول لزوجته وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهم إذن حللنا المشكلة بالالتزام بشرع الله وجب الالتزام بشرع الله لكي نتفادى أي مشكلة زوجية ستحدث فيما بعد ثالثا قال لك أداء الحقوق الزوجية أداء الحقوق الزوجية لكل من هؤلاء الزوج والزوجة لديها حقوق فأداء الحقوق الزوجية قال وجب على الرجل أن يؤدي المعاش لزوجته طيب المرأة ما هي واجبها اتجاه زوجها الحقوق الزوجية قال وجب عليها أن تربي أن تربي أبنائه وأن أيش تعمل له مثلا خلينا نحكي تعمل له الطعام تعيد له الطعام وهكذا طيب حدد حدد الإسلام لكل من الزوجين حقوق وواجبات تتناسب مع قدرته وطبيعته وأمروا كلا منهما بأداء ما عليهم الواجبات وعلى الطرف الآخر اعطاؤه حقوقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فتبدأ الخلافات بين الزوجين نتيجة الإهمال نتيجة الإهمال حتى إذن لماذا أوجد الله عز وجل لماذا أوجد الله عز وجل الحقوق الزوجية لكل الزوجين قال لك لكي لا يكون هناك نتيجة إهمال لأحد الزوجين للحقوق الآخر أو جهله بها ومن المثلة ذلك عدم إنفاق الزوج مثل ما قلت في بداية الكلام إنفاق الزوج على زوجته وأولاده وحجة أنها تمتلك المال ومن ذلك تحميل الزوجة زوجها فوق ما يستطع منه فقط فمثلا ليش ما اشتريت لي مثلا اشتريت لي السجادة وهو مثلا بكون يعني شاري لها مثلا قبل يومين مثلا مكيت هذا هذا التحميل فوق فوق طاقة هذا الزوج طيب ثالثا خلينا نحكي إحنا حكينا واحد حسن اختيار الزوج ثانيا الاتزام شرع الله ثالثا أداء الحقوق الزوجية رابعا عدم السماح للآخرين بالتدخل في خصوصيات العائلية عدم التدخل بخصوصياتهم إنه لا يسمح الرجل ولا يسمح الزوج ولا الزوج لا الزوج ولا الزوجة لا يسمحوا لأحد غريب بأن يتدخلوا بإيش بخصوصياتهم الزوجية وكذلك هي تحترم والديه وأقاربه وفي الوقت نفسه حذر الإسلام الزوجين من السماح للأهل بالتدخل السلبي بين الزوجين وأوجب على كل من الزوجين أن يحفظ الأسرار والخصوصيات العائلية خامسا قال لك تقبل كل من الزوجين طباع الآخر والصبر عليه لكل من الزوجين خصوصيات بدنية ونفسية وجعل الطرف الآخر مما يؤدي إلى عدم مقدرته على التعامل معه مما يخلق الخلافات بينهما فإذا كان الزوج سريع الغضب فعلى الزوجة احتواء غضبه احتواء غضبه حتى يهدأ وكذلك على الزوج أن يصبر على ما يكون من زوجته من تصرفات فيصبر كل منهما على الآخر ويتحمله فعن أبي هرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر فمثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعاقب إحدى زوجاته كان يضربها بالسواك يضربها بالسواك والله عز وجل ذكر لك آية النشوص آية النشوص التي تتكلم عن المرأة الناشز أي أنها التي لا تطع زوجها ذكر لك فعيضوهن فعيضوهن البداية تكون بالعظة هناك أيضا وسائل علاجية للمشكلات الزوجية قال على الزوجين حل مشكلاتهما بالقول الطيب والكلمة الطيبة والنقاش الهادئ وأن يذكر كل منهما الآخر بالله وبالمفاسد المترتب على هذا الخلاف وأن يصبر كل منهما على الآخر حرصا على المودة وعلى المصلحة الأسرة فإذا استفحل الخلاف وعجز الزوجان عن معالجته واحتمال يستشير أهل الخبرة والإصلاح ممن يثقان به لمحاولة الإصلاح بينهما فإن عجز أهل الإصلاح يلجأ إلى القضاء فيحول القاضي الزوجان لمديرية للإصلاح والتوفيق للأسري في دارة القاضي القضاء لحل المشكلات لآن قال الله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا شوف شو قاد فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا الله عز وجل يصن قانون جميل لأي مشكلة ما بيكون هناك حكم واحد ذكر لك أنه لابد من أن يكون هناك حكمان حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ويشترط في الحكمين أن يكونان مسلمين بالغين عقلين عالمين عالمين بالأحكام الشرعية فإذا استفحل الخلافة بين الزوجين ولم تعد الحياة تطاق ولم يستطع الحكمان حله ففي هذه الحالة شرع الإسلام الطلاق تخليصاً للزوجين من حياة فقدت مقومات استمرارها الآن في قانون عن قضية المشاكل جميلة في ألمانيا القانون هذا بيتكلم بقول إذا أتى أحد إذا أحد يشتكي على خصم فلابد أن يتم سجنه لمدة 24 ساعة وقيل كانه 48 ساعة حتى يذهب عنه الغضب فبعد أن يذهب الغضب يقوم بمراجعته هل تريد أن تشتكي أم لا وهكذا قال الله تعالى عن قضية الطلاق فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة هناك عدة قبل الطلاق وعدما بعد الطلاق ذكر لك ابن عباس والعلماء بعض العلماء أن عدة الطلاق عدة الطلاق قبل الطلاق قبل وقوع الطلاق عدتها الحيض والنفاس والحمل الحيض والنفاس والحمل وأيضا ذكر قصة عن رسول السلام أنه عن امرأة زانية أراد أن يرجمها حتى الموت فقال لها أرضعي ابنك حولين كاملين ثم سوف أقيم عليك الحد سوف أقيم عليك الحد شوف هذه عدة إذن رحمة بالمرأة وبالمولود وبحالتها بعد هذه العدة اللي هي الحيض أو النفاس أو الحمل قال يأتي للمرأة وللزوج هل تريدان الطلاق فلا يقع الطلاق فيأتي ويسأل القاضي هل تريد الطلاق فإذا كان يريد الطلاق وقع الطلاق بعد ذلك وقع الطلاق إذن الآن الله عز وجل أيضا أعطى الإسلام الزوجين فرصة لعادة الحياة الزوجية لم صارها صحيح مش بيقع الطلاق خلص قال ذلك بأنه جعل الطلاق على ثلاث مرات قال الله تعالى الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحه زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظنّا أن يقيم حدود الله إن ظنّا أن يقيم حدود الله لهذا الكون يأتي على مبدأ قوانين وحدود الله فإذا أقمنا حدود الله سلكت الحياة الاجتماعية وجميع الحياة المالية وكل شيء لكن إذا لم نتق الله ولم نقيم حدود الله كانت هناك شقوى بين الطرفين وبالتالي لن تستمر الحياة وبالتالي إلى النزاع والخلاف ومن ثم الطلاق ومن ثم يذهب كل أحدهم إلى طريق آخر طبعا في هناك لا بد أن نتذكر أن قيام الأسرة وتماسكها يجب أن لا ينقض بسهولها وليحرص كل من الزوجين على تطبيق مبدأ الطراضي قبل التقاضي والوفاق قبل الشقاق وهو الشعار الذي وضعته دائرة قاضي القضاء لتوفيق الأساري بينهما طيب والحمد لله رب العالمين شباب لم يبقى سوى للفصل مدة العشرين أربع يجب إنهاء المنهاج الدراسي أتمنى أنه الكل يحلل أسئلة الدرس ويلخص معي لأنه أنتو بتعرفوا مثل الفصل الأول ياريت ما حدا يتسيب عن هاي الأمور عشان نكون إن شاء الله دعمكم بالعلامات يارو بالتوفيق شباب السلام عليكم ورحمة الله